موسيقى السلام عليكم ودفعة حياء معاكم زميكم عبدالله عطيم ودفعة وريد اليوم عندنا المحاضرة الثانية من مادة الإميونيولوجي محاضرة اليوم ستكون عن الأورجنز وعن السلز تبعون الإميون سيستم سنبدأ المحاضرة ونحكي عن الأورجنز تبعون الإميون سيستم الثانية الأورجنز فيinci العنيةهم في الإميون سيستم الساعة ويوجد الخاصة والاولي القسم الثاني المترجم الساعة والسادة المغprü Georgian او الممغ lbs tabernological plans هذه القسمة الم Penrose المسؤولات في صناعة dude وب الفصل subtle Orgyn Sync المحاضرة ويوجد الخاصة في نوع saúde هذه القسمة بخلايا جهاز المناعة يعني نعرف إحنا الانتيجين عشان نتضكر هم يكون المولكيول اللي على البكتيريا وعلى أي إشيء يدخل على جسما فإحنا وين خلايا الاميون سيلز بقابلوا الفيروسات والبكتيريا بكون مكان يدخل بالسكندري لمن خلايا خلينا نبدأ بالحكي عن البريماري لمن خلال في عنا إحنا طول خلايا الأول هو الثامس والثاني هو البورمارو نبدأ نتحدث عن الثامس أول شي بحشة الثامس هو عبارة بين الناتوماث لما نرى ناتو سنجد اول شيء ان هو شكله فلات معمول من two loops هاي اللوب الاولى وهي اللوب الثانية وهو الموقع فوق القلب. ثاني شيء بدنا نعرف عنه انه كل اللوب من هاي اللوبز في حوالها كابسول وهي الكابسول تعمل له ديفايد انتو لوبيولز سيبرات باي كنكتف تشيو كولد التربيكيلة. يعني احنا حكينا هاي الثايمس عنا two loops هذول التو لوبز في حوالها كابسول من كنكتف تشيو تمام هاي الكابسول من كنكتف تشيو زي بتطلع البروجيكشنز اسمهم التربيكيلة بيكونوا بدخل لجوه زي هيك وهاي البروجيكشنز بيقسمه اللوب الواحد لعدة لوبيولز صغيرة. تمام. حلق بالنسبة للخلية اللي الثايمس بيساهم بصناعتها او بتطويرها. اللي احنا حكينا اللي برايمير اوليفاتيك أورغانس. مسؤولين عن صناعة التطور خلاء الجهاز المناعة. الفكرة بالثايمس انه هو مسؤول عن الديفيلوبمنت تبع مين؟ تبع التيسلز. وهو مسؤول عن تبع تبع التطورة بالثايمس ولكن نعملهم تبع التطور بمونورو بس احنا نحكي انهم مين بشكل اساسي. من مين بتطلعوا؟ بتطلعوا من الثايمس. عشانك احنا نقدر نربط ان الثايمس بيصنع مين؟ بيصنع التبع 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 تي مع تي. وكل ما نكبر كل ما يكون حجمها يزيد حتى نوصل إلى البلوغ عندما نوصل إلى البلوغ يكون حجم الثايمس وصل أقصى درجاته فنفكر فيه هذه هيك مدام هو وصل أقصى درجاته وما كنا لدينا البلوغ معناته نحن عند البلوغ نكون ننتج أكبر كمية من التيسل الآن الفكرة أنه بعد البلوغ ما يحدث؟ بعد البلوغ في كل بساطة الثايمس يبدأ أشامل يبدأ أتروفي بعد البلوغ معناته نحن عامنا خلايا للثايمس عم بتموت معناته بطلنا نطلع احنا تيسلز زي قبل فعشان هيك احنا فعليا الأول من الولاد بتكون كمية التيسلز قليلة نسبيا بعدها كل ما نكبر بتكون كمية التيسلز عم بتزيد لأن الثايمس عم بكبر حتى نوصل إلى البلوغ لما نوصل البلوغ منكون وصلنا لماكسيمم سائز ومنكون عم نطلع أكبر كمية من التيسلز بعد البلوغ ما يحدث في عنا؟ بعد البلوغ يبدأ أننا نعمل أتروفي للثايمس معناته نحن نخبض خلايا الثايمس معناته عم بتقل التيسلز لذلك احنا بحكينا بعد البلوغ عام 35 يعني عندما نوصل عمر 35 نحن عمر تيسلز نحن عمر 20% وعندما نوصل عمر 65 نحن نوصل كمية اثنين بالمئة من نيوبون تمام تمام الآن بالنسبة للهستولوجي مثلهم حولها كابسل ونحن يتصبح من هذه الكابسل كي نود المتعمل المترجم 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 وهي يقسم بإمكانية بحيث البيوتات وأصغر وكان هنا كورتكس وأميدالة وتفرج بداية الأثناء التي تصنيعها تثموناية التملائية هنا في حالة الهتفات دكتور تقولها فعلا مثلا إذا كان لدينا مريض بدون ثامس ما يحصل هناك؟ نحن كانت قبل قليلية التملائية متينة تنتج من الثامس و من بعض المضب ولكن تنتج مين من مين؟ ايضا معنى مين؟ انا من ولد و الذي لا تكون ثامس فهذا الشخص سيكون لديه تي سيلس، لكن المشكلة سيواجهها؟ المشكلة سيواجهها أن نحن تبع تي سيلس فقط بيصير بالثايموس فهذا الزلمة فعلياً أو هذا الولد سيكون لديه تي سيلس، لكن هذه تي سيلس ستكون نونفنكشنل، لماذا؟ لأنه لا يوجد ثايموس الذي هو المكان المسؤول عن التبع تماماً، وأيضاً في عنا حالة ثانية شخص عمره 70 سنة يحتاج عملية استقصار للثامس هل سنشكر هذا الشيء خطر عليه أم لا؟ نفكر في الموضوع نحن قلنا أنه بعد البلوغ الثامس تبعنا يبدأ عمله أتروفي وقلنا عندما نصل إلى عمر 65 سيكون تي سيلس أو تي سيلس تي سيلس يصل إلى 2% من النيوبون طيب أنا مثلاً صار عمري 70 عندما أصبح عمري 70 سيكون تي سيلس تبع معموله أتروفي وهو شبه ميت هل سيؤثر على هذا الزلمة أن نشير الثامس تبعه؟ لا، أكيد لا سيؤثر لأن نشير الثامس تبعه لأنه إحنا أصلاً عندما نكون عمري 65 سيكون الثامس كثير كثير صغير لا يعني لا يعني هذا الشخص الذي وصل إلى عمري 65 عمل طول عمره لكميات هائلة من التي سيلس وصلت هذه التي سيلس متضربة ومتعلمة وعندها ممورة كثيرة فهو خلاص فعلياً عم بكمر في الأمر يبطل يحتاج خليلي نحك قوي عندما نفكر في الموضوع أنه يعمل جينيريشن تماماً هذا بالنسبة لأول شيء بالبرامير للمفاتيك أورغان الثاني شيء هو البون مرو البون مرو هو عبارة عن تشيو موجودة داخل العظم وهي نخاع العظم وعندما يقوم بوين مرو بوين مرو هو بشكل لنا 4% من الحجم الكامل تبع الجسم في النوعين من البون مرو واحد اسمه الريد مرو والثاني هو اليلو مرو الريد مرو هو المسؤول عن صناعة الخلايا سواء كانت رد بلد سيلس سواء كانت بلايتلس سواء كانت ويت بلد سيلس بينما اليلو مرو هي 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 تكون عبارة عن فات تيشيو هي معلومة ليس مذكولة باللسلادات ولكن كلما الشخص يكبر بالعمر كلما الريد مرو الذي يصنع لنا خلايا بقل وكلما اليلو مرو وهو عبارة عن فات تيشيو يزيد لذلك الأشخاص الذين يكبروا في العمر جهاز المناعة معهم برضو يضعف في شكل عام لأنه انت فعليا الاشي المسؤول عن صناعة الخلايا اللي هو البون مرو جوات الريد مرو يعني الاشي المسؤول بالزبط عن صناعة الخلايا هو ريد مرو كلما نكبر بالعمر عم بقل تمام وهي صناعة الخلايا في شكل عام وهو الاريجين بي سلس في الهيومن يعني من مسؤول عن صناعة البي سلس والمكان تبعها هو البون مرو وقط آخر نقطة اللي هي الهيماتو بويتك كمفوننت بون مرو تصناعنا تقريبا 500 بليون خلية بليون في شكل ذكرها الدكتور اللي هي السلافة اللي هي السلافة اللي هي السلافة اللي هي ثم آخر البون مرو اكيد اتأثر العمليات اللي تصير عمليات هماتو بويسز أو البيسل جنريشن الهيماتو بويسل إحنا حكينا اللي هي العملية اللي مننتج منها نحن البيسل ويت بلود سلس وبلاتلز هذا الشخص أجاره سلطان والهيماتو بويسل والجنريشن وبيسل يتأثروا معناته هذا الشخص بدأت فقط يفقد الخلايا في شكل عام وخاصة برضه يفقد خلايا عن جهاز المناعة معناته هذا الشخص ما حيث في مناعته هذا الشخص المناعة تحتوي على المناعته سيصير ضعيفة جدا جدا سيصير فعنا مشكلة ثانية ما هي المشكلة؟ أنه هناك سلطان في البولمرو فالبولمرو ينتج كميات قليلة من اليميون سلس ولكن مشكلة هذه اليميون سلس ستكون ننفنكشن كيف ستكون ننفنكشن؟ على المحاضر الماضي سأكتلكم شغلة أنه عندما نصنع خلايا اليميون سيستم ونعرفها ونحكي لها أنه تفرق بين الانتجن اللي هو الانتجن اللي بيكون جسمنا ونحبه 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 أو يعني للخلايا تبعتنا اللي هي صحباتنا وأصدقائنا وبين الانتجن اللي عادية اللي هي بتكون مثلا على البكتيريا على الفيروس ففعليا لما يكون في عندنا كانسر في البولمرو سننتج خلايا ما بتقدر تفرق ما بين الانتجن وما بين الانتجن الطبيعية فالشخص اللي بيكون عنده لوكيميا برضه سيصير في عنده ايش؟ برضه سيصير في عنده اوتو اميون ديزيزيز تمام؟ تمام هكذا ن Sharon خلّصنا straGo بالنسبة بال secondary او peripheral ليس بتوجيë هو المكان اللي بيصير فيه التقاء مثلا ما بين Tsal مع بكتيريا هم المكان اللي بيصير فيه الحرب هم الذي بعد площدئ فيه بعض هادو هو secondary أول secondary ن anthropо達ب اللي نتحدث عنه هو has made في السماء. فعلياً في عنا كثيراً. يعني إبيثيليا في جيسدنا في عنا إبيثيليا أو دي سكين إبيثيليا في جي آي تي إبيثيليا في دراس بريثريتوكس. وفي عنا كثيراً أشياء غيرها. لا ركزنا على هذول تحديداً لأن هذول أكثر أشياء معرضة للإنفكشن في شكل عام. إيش في أمثل عليها؟ أمثل عليها مثلاً الفرينجية التونسل الأدينويد أو مثلاً حتى في عنا هم هم عبارة عن ميكوزل ليمف نود. الكاتب ليمف نود. لكن هم غلط. هم ليمف نود. هم ميكوزل أو كوتينيس. تمام تمام. هم هذول يكون موجودين عنا على الإنتستم. تمام. هم مقصدي. يعني مقصدي مثلاً في عنا صار جروح بالإيد. هذا الجروح من الإيد يعني خلص الإبيثيليا الفتحة وفي دخلة البكتيريا. فعلياً عنا مثلاً الميكوزل والكوتينيس الميكوزل. يعني لدينا هذه المنطقة التي هي الميكوزل التي يحدث فيها الميكوزل. ليس لأن البكتيريا دخلت على الجلد. أو مثلاً دخلنا على الرسمي. عندما دخلنا على الرسمي، راحة البكتيريا دخلت جو الميكوزة. معناته، نحن صار في عنا اليميون ريسبونس. أين عم بيصير؟ اليميون ريسبونس عم بيصير في الميكوزة تبعت الرسمي. فعلياً اليميون سيلز عم بيقابلوا البكتيريا اللي دخلت جو الميكوزة بالميكوزة. هذا هو السكندر أورغن. إن شاء الله بتكون عجلة الموضوع. الآن ضاياً عنا احنا اخر شغلتين. آخر شغلتين بالسكندر اليمفاتيك والإنف. اللي هم الليمف نود والسكريم. هذا لكي لا نحفظ حفظ. نفهم فهم قليلاً. ليس غلط. نحن فعلياً. نتذكر في عام السي في اس. نحن أخذنا الدورة الدموية. كيف يكون الدورة الدموية؟ نحن لدينا القلب بضخ الدم. الدم يأتي بروح على أنحاء الجسم كلياتها. وصولاً لدي الكابيلاريز. نتذكر الكابيلاريز هي المكان الذي يتم فيه تبادل مواد. ما بين الدم. وبين مين؟ وبين التشيوز. وهو المكان الأصلاً يعني التشيوز بتاخد فيه. هي المكان التشيوز بتاخد منه الأكسجين. تمام تمام. وبعد ما ثم هاي هوا نحن لدينا التشيوز أخذت الأكسجين. وأخذت كل شيء. يصبح لنا على جهة الفين على جهة الوريد. بعدها من روح نرجع للقلب. بعدها من روح القلب يودع لنا على اللنغ. واللنغ بترجع لنا الأكسجينات البلد. ما بتهمنا سلافة اللنغ. بس بتهمنا نفهم شغلة أن القلب يضخ. القلب يودي على التشيوز. التشيوز تأخذ البدهية. والتشيوز يترجع لنا الأكسجين على القلب. ما هذا اللي يهمنا؟ هذا اللي يهمنا. أنه أنا هلا بدي أركز على منطقة الكفيلوريز. اللي هي منطقة تبادل مواد. ومنطقة نقل الأكسجين للتشيوز. نروح عليها. هتلاحظوا. أنه هنا احنا في الكفيلوريز. الوولز تبعة الكفيلوريز فيها فتحات. هذه الفتحات هي مفيدة. لأنها عن طريقة نقل مواد معينة. ولكن هناك سلبية. ما هي السلبية تحت هذه الفتحات؟ السلبية تحت هذه الفتحات إنه البلازما يخرج عن طريقة. وغير أنه البلازما يخرج عن طريقة. أيضا هناك بروتينات تكون داخل الدم التي توسع. أيضا تخرج. الرد بلد سيلس لا تخرج. هذا المهم أن البلازما تخرج. ويوجد أنه بروتينات تخرج. لماذا هذا بسبب لنا مشكلة؟ هذا بسبب لنا مشكلة لأننا فعليا إذا تتذكروا فيها نحن كان لدينا مفهوم اسم مفهوم اللزوجة. ما هو اللزوجة الدم؟ نحن نحتاج كمية بلازما معينة في الدم. لكي يتحركوا الريد بلد سيلس في طريقة سلسة يوصلوا لكل مكان. الآن أنا إذا فقطت اللزوجة وقاعد أن أفقد اللزوجة. ما سيحدث باللزوجة الدم؟ اللزوجة الدم ستزيد. معناته الريد بلد سيلس ستتحرك في شكل أبطأ ستوصل كل شيء بالأماكن التي تريدنا نوصلها لذلك نحن فعليا بدنا طريقة أن نرجع البلازما داخل البلد ستريم. لكي نرجع البلازما داخل البلد ستريم هنا يأتي لدينا صديقنا مين؟ صديقنا مين؟ هنا طبعا هنا لدينا البلازما طلعت بره. وطبعا غير أننا مثلا خروج البلازما توجهلنا مشكلة باللزوجة الدم ستريم. أيضا يأتي لدينا مشكلة مثل إدمة في التشيوز إذا زادت البلازما بالزيادة في التشيوز سيصبح لدينا إدمة عن جد. هذه الكميات القليلة تطلع بالأول لا تسبب مشكلة عن التشيوز نفسها ولكن إذا زادت عن حدها ممكن تسبب لدينا إدمة وهكذا. المهم. حكينا بدنا إشي تحاول ترجع لنا هذه البلازما داخل البلد سريم. هنا تأتي صديقتنا مين هي؟ أول شيء. ليس سمناهم للمف فيسل. سمناهم للمف فيسل لأننا فيها معنومة أسف نسيت أحكيها. ولكن تذكروا البلازما اللي كان داخل البلد سريم اللي راح طل على بره. هذا البلازما اللي راح طل على بره. بصير اسمه للمف. وهذه البلازما داخل أخضر هم مسؤولين عن نقل هذا الليمف. لذلك نسمناهم الليمف فيسل. الآن هاي الليمف فيسل لأي ماذا تذهب تعمل؟ هاي الليمف فيسل تجيب بساطة. تمسك هذا الليمف اللي بره. تدخل جوه لها. وتمسكه وبتنقل وترجع جوه للمف فيسل. هاي هي مهمة الليمف فيسل. انها بترح وتمسك هاي اللي بلازما وترجعها على البلد سريم. أنا أكيد أحد فيكم يسألني طيب انت عادت وشحن كل هاي الأشياء. إيش دخلها في المحاضرة تبعتنا. انه نرجع نتذكر احكيانا هي المكان اللي بيسير فيه تبادل المواد. بتكون عند التشيوز وهكذا. ممكن انه عند التشيوز يكون مثلا في عندنا بكتيريا. وانا هاي البكتيريا ما بدي ايها تضل عند التشيوز. لماذا بدي ايها تضل عند التشيوز؟ لاني بخاف هاي البكتيريا تروح تخرب التشيوز يعني تخرب للدنيا. تتيجي الليمف فيسل. منصحي الليمف فيسل أصلا هي بتعودة تمسك البلازما اللي بين التشيوز بشكل عام. وترجع على البلودستريم. بتروح برضو تمسك هذه البلازما وماذا بتروح تعمل؟ تمسكه مع هذه البلازما او مع الليمف وبترجعهم. فانت لو كنت تسألني طب انت عفن منك رح تمسكت البكتيريا نقلتها من عند التشيوز وحتوديها انت وين؟ هتروح وتوديها على الدم انت هيك عملت يعني انت هيك كبرت المشكلة وخربت المونجوز يعني. عشان هيك في عنا احنا على الليمفاتيك فيسلز ما اسمه؟ الليمف نودز اللي هم هاي الدوائر. فكرة الليمف نودز هاي انها تكون موجودة على الطريق تبع الليمف بسلز وتكون هي عاملة زي تشيك بوينت يعني هي بتكون زي نعتبرها مراكز امن. فانت مثلا عندك زي نقيتي نعلم روحت انت رجعت اللي بلازمة ورجعت هذه البكتيريا معها انت بدك ترجع ل بلازمة على الدم هنا!! ولكن ما بدك ترجع الظخفة هنا كمانة. هنا ي goosebumps الليمف نودز هاي هي هاي الليمف نودز هي هاي شكلها هاتلاقي انت في عندك إنكون聖 اللي هاي بلاء هاتلاقي جواتها انت خطيها عندك جzyć P cells هاي P cells وهتلاقي جواتها هاي هذا اللون وأحمر سوف تجد داخل ميكروفيجز يأتي عندك مثلاً اللمف الذي تحامله هذا اللمف حملته من هنا وكان فيه بكتيريا فأنت بدأت تتخلص هذه بكتيريا مجرد عندما تصل إلى اللمف نوات تدخل من الأفيرنت اللمفاتيك بيسلز مجرد عندما تدخل يأتي هذا البكتيريا أو الباثوجين يأتي ومعها على البيسلز ومعها على التسلز ونحن نفهمها حتى في نهاية المخاضر لن أدخل على السلز شخصياً فتأتي هذه السلز كلياتها تتعامل مع الباثوجين ويذهب إلى اللمف ويأتي لدي الإثارينت للمفاتيك بيسله هذا خلص للخارج من اللمف نوات ويأتي بيكون لمف صافي وليس بكتيريا أو الباثوجين فقط هذه هي فكرة اللمف نوات أو اللمفاتيك بيسلز أنا أريد أن أشرحها على أمان لأنها تثبت بالمخ أكثر ويعني تنفهم فهم فإننا فعليا نرجع نعيد أنا عندي هنا كابيلاريس هذه الكابيلاريس تكون بالتيشوز هي منطقة تبادل الغازات منطقة تبادل المواد ممكن مرات اللي بلازما يتسرب لبره أو ممكن غير هيك يعني أنه غير مهمة نقل اللي بلازما أو الليمف نتذكر اللي بلازما واللمف نفس الأشي اللهم أن الليمف بره البلدستريم والبلازما جوه البلدستريم المهم ممكن يكون إحنا في عنا بكتيريا يجب أن أرجع الليمف وبريزما لغيرEO لا أرجع البلدستريم هذا المهم هذا القراء للكي جميل لدي نوعهم الألمف نوت نحكم أن النوع الألمف نوت هناك أثرنط فكاي estratég أثرنط قمي الزين مهندات تمثير كل هاتي ، ثانيا أنا كتبات الليمف لجواته بثوجينس بيجي هذا البثوجين يعني خاليا بتنمروا عليه الخلايا المناعة بديها بيجي بروح بطلع لنا اللمف صافي ما فيه بثوجينس وما فيه ولا اشي وطبعا هون حتى حتلظوا في عنا برضه الارتري وفين الارتري هذا هو المسؤول انه ينقل لنا الخلايا مناعة لجو اللمفنود انه انتو تتذكروا هو انا احنا 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 حكينا جماعة ونصحنا انه السكندري أو الورغن هون مكان التقاء مما اهم دخل لا بصناعة ولا بتطوير اللمفنود عشان الارتري اللمفنود ليس مسؤول عن صناعة او تطوير خلايا المناعة فهذه الارتري اللي تذهب عليه التى سيلز والبي سيلز والمكروفاجيز اللي حكينا عنهم يدخلوا من خلالها تمام تمام وفين يعني يطلع منه مثل الانتيبوديزي يمكنها يعني سلافة احنا اعرفها كمعا شوية حيث قد نحصل بميكوز واليكوتينيس السيستم والليمف نود الأخير الذي أريد أن أتحدث عن الليمف نود لأن أبدو أنه إذا أجبتم أن الليمف نود هو المسؤول عن الباكتيريا والبيروس فهو أمين يكون المعروف سيكون المعروف هل ضروري الباكتيريا فقط في الليمف نود لا يمكن أن يكون بوغض المثلجة موجود في الحفوط إذا كان موجود في الحفوط كيف تريد أن العمل معه؟ وهنا وجد عماية هذه المثال أول إيش التعرف فيها لا نعرف هذه المثال ولكن يعتبر جميع المثال هذا ما أول شيء يريد أن نعرف هذا ولكن على عكس المثال المثال ليس نتشغل عائلات المثال كيف يعني؟ تذكروا هنا لدينا المثال 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 ست ترول في المثال إذا نريد أن نذهب للسبلين دقيقة أريد أن نذهب للسبلين فهو فعليا هو فقط جاء عليه أرتريز أو يعني جاء عليه فيسل عن دم لا يوجد ولا لينفاتيك فيسل جاء عليه لماذا؟ لأن السبلين هو المسؤول أنه يتعامل مع البكتيريا والفيروس اللي بيكونوا جوا البلد ستريم تمام تمام فهذا نستطيع أن نفهم أنه الليمف نود يتعامل مع البكتيريا الموجودين بالتشيوز أما السبلين مسؤول أنه يتعامل عن البلد ستريم الموجودين بالبلد ستريم كيف يتعامل معهم؟ بكل بساطة السبلين لديه جزءين جزء اسمه الريد بالب جزء اسمه الويت بالب الريد بالب هذه هي المسؤولة مثلا أنه نحن الآن تعرفوا الريد بالب سلزف جسمنا لا يبدو أنهم عايشين لأبد يتكسروا فلما يتكسروا يذهب للسبلين والسبلين يستفيد من المواد تباعتهم يعني يتخلص لنا أنها تشتغل نفس مبدأ الليمفنود يكون داخلها إميون يأتي بدخل الدم الدم مثلا يكون داخل البلد يدخل على الويت بالب ينتخلص من البلد ويأتي ونرجع ونطلع الدم مصفة نحن نعرف أن السبلين يتعامل مع البلد التي تكون طالعة أو تكون داخل الجزء طبعا ما اسمه؟ معلومة أسف لا نسيت أتحدث معتذر منكم أنه البلد وهذه مما يعني أنتوج겠 تنفي Lloyd груder كانت المولكيول يعني يعني يجب أن يجب منع جميع الولد. لآخر من مؤ intensity. يعني هذه الأنتجين الذين يدخلوا داخل اللايسفلين يأتي لعب الولد. نحن فعلاً اخذنا أخذنا أخذنا السكندري أو أخذ الولد. فرقنا بيناتهم أنه برايمر عن الصناعة والتطوير بينما السكندري بمكان التقاء الأنتجين بخلايا المناعة. نتحدث عن الميكوزل والبيتينيس والإنفنوز والإسبلين ولكن الآن نريد أن نتحدث عن السلز قبل أن نتحدث عن السلز لكن هناك شيء مثل أوفرثنك أوضحها سريع أنه نحن عرفنا أن البون مرو يصنع لنا كل خلايا الجسم ومن ضمنها التيسل وأيضا الثيمس يصنع لنا التيسل فنحن نتحدث عن البون مرو وثيمس ولكن الثيمس يصنعها مانلي والثيمس هو المسؤول عن تطويرها ويعملها ماتوريشن وهكذا ولكن الله حضر رضا الآن نذهب إلى جزئية الخلايا تبعت جهاز المناعة سنبدأ عن عملية الهيماتوبوسيس الهيماتوبوسيس هي فورميشن أو بلود سلز سواء كانت رد بلود سلز ويت بلود سلز أو بلايتلت كلاياتهم نصنعها في نفس العملية وهي ما اسمها الهيماتوبوسيس عملية الهيماتوبوسيس سيحدث في الهيماتوبوسيس وكل هذه الخلايا التي قلناها قبل قليل كلها سيأتي من نفس الهيماتوبوسيس وهو عبارة عن شيء اسمه هيماتوبوسيس كيف يعني؟ طبعا هنا ستلاحظوا اسمها يعني تضعوا بدال بلوري تضعوا مالتي لا تفرق الفكرة انه تأتي هذه المالتي هيماتوبوسيس تروح وتنتجنا يعني تنتجنا مصارين مصار اسمه مصار الثاني مصار الثاني تنتجنا نحن نحن ينتجنا نحن نحن تركيزنا في هذه المحفظة أكيد يكون بازوفيلس نيوتروفيلس إيوزنوفيلس مونوسيتو ماكروفاجيس نيوتروفيلس 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 تورموس مونوسيتو ماكروفيلس تورموس بازوفيلس والبازوفيلس وشيء جيد في هذه الجملة غير انها تذكرك في أغلب الخلايا طبعا بعرفش لي داما بس نفسك نفسك متهضة في شكل عام فمعلش مشغولها شعورها الوشيء جيد بهاي الجملة انها برضو بترتبلكم هذه البلد من البلد بحسب نسبتها في الدم فهلا احنا لما ندرس كمان شوي حتشوفوا انه نيوتروفيل هي أكبر نسبة بالدم ryn-Eutrophil تأتيdist الآن بالليمفوسيت وبهذا Media-Lymphosyll."H stimulus وبهذا البيزوفيل فهذا اشي لطيف بالجملة هاي وهلا اقام ما ببلش بالعادة احنا اليوكوسايتس او الويت بلد سيلز منقسمين غرانيولوسايتس اللي هي ابارة عن الخلاجة فيها غرانيولز زي البيزوفيل زي النيوتروفيل زي اليوزنفيل وغرانيولوسايتس زي الليمفوسايت والمونوسايت خلينا نبلش تمام خلينا هلا نبلش نحكي عن النيوتروفيلز اول ايش عن النيوتروفيل بيحكي انه هي 60% of all white blood cells يعني هي فاليا اكثر white blood cells نحن نلاقيها بالدم عندنا وهذا الشيء برضو عن نفس مبدأ هاي الجملة زي ما حكيت لكم انه هاي الجملة بترتب لكم الwhite blood cells على الترتيب حسب لسبتهم في الدم فهي ال N لنيوتروفيلز عشان هي اي اول واحدة بيحكي لنا انه النيوتروفيلز عندهم اسم ثاني اللي هو polymorph nuclear cells ايش معنى هاي الاسم؟ بكل بساطة انه احنا بالعادة من نعرف انه النيوتروفيل بيكون هو بس يعني عبارة عن لوب واحدة و بس لما نحكي بنا نحن polymorph nuclear معناته النيوكليوس عم بتكون من اكثر من اللوب في هاي الحالة احنا بالنيوتروفيلز عم نحكي عم بتكون من ثلاثة الى خمسة لوبس هاي فيها عندنا لوب واحدة 2 لوبس 3 لوبس 4 لوبس فهو ممكن من ثلاثة الى خمسة الابيرانس طبعه بالنسبة الابيرانس الابيرانس هو الو دخل في التسمية ايش دخلهم ببعض انه احنا فعليا هاي الخلية سميناها سميناها بناء على انه كنا نعملها ستين بالـ H&E Stain وهي الهيماتوكسلين والأيوسين Stain فلما كنا نضعها عليها كان يظهر هذا اللون الزهري الفاتح الذي كان يعتبر نيوتروفيل يعني انه لون لا هو بيسيك ولا أسيديك فعشان كنا نسمناها نيوتروفيلز وبتعطينا pink granules in cytoplasm بالنسبة للفنكشن في كل بساطة نعتبر سيكون لدينا برغي سيكون هذا الوصبع منطقيا هذا البرغي سيكون على جاوسية سيكون على بكتيريا سيكون هذه البكتيريا ومجرد من هذه البكتيريا دخلت داخلها سيبدأ عنها الانفليماتوكسل وهو عملية الالتهاب في عملية الالتهاب أول خلية تأتي في المنطقة هي نيوتروفيلز تعملها فاقوسيتوس لا تحدث عن تحديد فاقوسيتوس في بكتيريا لا تحدث عن تحديد فاقوسيتوس لا تحدث عن تحديد فاقوسيتوس لأنه عندما يتكاثرون داخل الجسم يتكاثرون داخل الخلايا فنحن نفكر في الموضوع الفايروس دخل داخل الخلية هذه الخلية من برا من بينها طبيعية لكن هناك فيروس لكن هناك من برا هل نيوتروفيل سيتطلع على هذه الخلية ويقول ايه ما لها شيء؟ لا، سيقول انها لا هذه الخلية طبيعية لا يوجد منها فعشان هيك طريقة نيوتروفيلز لا تظبط انه يتكاثر مع الفيروس بينما مثلا البكتيريا تتكاثر في الدم فالنيوتروفيل يستطيع أن يرى ويقوم بها فاقوسيتوس بمجرد عملها فاقوسيتوس سنجد أن نجولة نيوتروفيل ويقوم بعملات جرانيولز ويقوم بعملات جرانيولز ويقوم بعملات جرانيولز وتحللنا البكتيريا لكي نتخلص منها هذا الأمر إيجابي أكيد لكن يمكن أن يكون سلبة في حالات ما هي هذه الحالات؟ نعتبر مثلا هذه الخلية عندما أجل هذا الجروح فالنفكش طول كثير المشكلة بالصيح عندما تطول كثير معنا كثير بكتيريا تتحاول تتعامل مع كل بكتيريا وتقتلها الآن أخبرتكم هي تعملات جرانيولز وتطلع الأنزام وتقتلها والبكتيريا فيها هناك قليلة من هذه الجرانيولز يصبح على برها في حالة كميات كبيرة من الأنزام وتطلع كميات كبيرة من الأنزام ويقوم بعملات جرانيولز وتعمل تقلات جرانيولز أو مثلا لو الأنزام تطول كثير والمشكلة ويقوم بعملات جرانيولز والبكتيريا والبكتيريا فيها قليلة من الأنزام ويقوم بعملات جرانيولز أخرى هو ثانية هي الأيوزنفلز 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 بيولوبد بيولوبد إذنين يكون اسمه من ثلاثة إلى خمسة نسمناها إيوزنفيل لأننا استخدمنا نفس الستين اللي استخدمناها في وقت اللي كانت أسمها هيماتوكسيلين وإيوزن استين تعطينا هذا اللون اللي هو بكون زهري غامج أو مائي للأحمر وبرمز أنه مثلاً الجرانيولز اللي جوه الإيوزنفيل اللي نحكي أسيديك أو بتحب الأسيديك الرول تبعها أو الفنكشن تبعها أنه هي بتشتغل في الأليرجيك راكشن وفايتينك براستيك انفكشن الثالثة البيزوفيلز هي الرائرست ويت بلد سيل نسبتها أقل من 1% بتكون هي باي لوب نيوكليوس ولكن هون من بينه لأنه نستخدم اللي هي الهيماتوكسيلين عند ايوزن استين هي تعمل استين للسايتو بلازم ويطلع لون السايتو بلازم مرتبط مرتبط يطلع لون السايتو بلازم ويطلع لونها مثل لون السايتو بلازم ويطلع لون السايتو بلازم ويطلع لون السايتو بلازم وسمناها بيزوفيلز لأنها تكون هي تحب هذه باي سيدي أو البيزيك يعني بيزوفيل لديها بيزوفيل لأنه يحب القاعدية هنا كانت الإجرانيولز يحب الحمضية وهنا كانت النيوتشلل تمام؟ تمام؟ بالنسبة للفنكشن تبعها هنلاقي أحيانا بالغرانيول تبعتها في عنا هستامين وهيبرين هستامين وهي عبارة عن مواد دائما تطلع عند الاليرجيز فنستنتج ان البيزوفيلز تشتغل في الاليرجيز وعليها إيجي إي ريسبترز اللي برضو بشتغل في الاليرجيز ايش الفرق مثلا ما حنحكي انه اليوزنفيل تشتغل في الاليرجيز بالبيزوفيلز برضو بتشتغل في الاليرجيز الفكرة انه مثلا الآيوزنفيلز تشتغل في الآزمة يعني لما يثير في عناه الآزمة بينما الآيوزوفيلز تشتغل في احدى انواع الاليرجيز فهما صحيح انه ثنتين بشتغل في الاليرجيز ولكن كل واحدة تشتغل في نوع معين من الاليرجيز زائد انه الآيوزنفيلز الهدور يعني بنهاية الاليرجيز هكذا ما نكون خلصنا مين؟ وهذا primero la granulocytes, الآن voy a hablar de la granulocytes التي تكون من lymphocyte ومن mony6th بداي Range 50% ären New Jersey T-cell B-cell وهو العزن AgAEA ؟. إخدامها للإستعمال وفظيفة Shadow سوف اخبرناhew لانه اللاقش واخذ نحن التشffer الذي ستغير مع زمن وجوفه % وحما يتفين طوال طوال m نكن يتفbir هل تعلمن ودور مثل المحاضرة الأولى في المحاضرة يوجد المكان الذي يتواجد فيه خلايا مناعة ويقابل فيهم بكتيريا أو بكتيريا تمام؟ تمام يتحدث أن نيوكليس يتواجد فيه الكثير من السلطة بمعنى أنه تظهر هنا هذه الكليات لنيوكليس وهذه التي حولها هي السلطة بلاسم وعلى عكس التي تتذكرون هذه هي نيوكليس وكان هناك كمية كبيرة من السلطة بلاسم نفس الأمر هنا وهناك السلطة بلاسمي وهناك الصورة أوضحة نستطيع أن نفرق بشكل أوضح بين السلطة بلاسمي وما بين نيوكليس نرى نفس الأمر هنا وما بإمكاننا أن نيوكليس يكون كبير كبير ويكون مغطي أغلب الخلية لماذا هذا يحدث؟ لأن نرى الآن لأن الفنكشن تبع البيسل والتيسل يحتاج أن يكون فيها لدينا لكي نصنع البروتين لكي نصنع الوظيفة لكي يكون لديهم نيوكليس حجمه كبير كبير مثل حجم الخلية لدينا نوع من دولة اليمفو سلطة والتيسل والبيسل زائد الناتشورال كيلر سلطة هم الناتشورال كيلر سلطة يعتبر اليمفو سلطة ولكن لا ينعرق نفس الإهتمام مثل التيسل والبيسل لأن البيسل والبيسل أهم ومع وظائف أكثر ووظائف أقوى والناتشورال كيلر سلطة في شكل عام هناك مشكلة واجهة العلماء تحت الميكروسكوب أن التيسل والبيسل لا تفرق بينهم تحت الميكروسكوب نعرف هذه الخلية هل نعرف أي نوع من اليمفو سلطة نحن لا نعرف إذا تيسل أو بيسل ف هناك طريقة لدينا لكي نستطيع أن نصنف هذه اليمفو سلطة ونستطيع أن نفرق بين البيسل والبيسل طريقة لكي نفهم ببساطة اكتشفوا أن البيسل لديها موليكيون معين على السطح تبعها والبيسل عليها موليكيول ثاني على السطح تبعها فهم عملوا شكلة يصاروا يجيبوا أنتيبوديز متشابهة يجمعوهم على شكل كلاستر وفي طريقة ما كان يضعوا على تيسل البيسل لكي يمكنوا يفرقوا عليهم لكي نسمينا هذه الطريقة كلاستر تبعها أو تبعها في كل البساطة في بساطة كلاستر كلاستر أو تبعها أو تبعها هذا تقدم بسل على التسل تسل ت如果 تتقدم سلت تشوح فهي معين talking about this cluster of antibodies اخوانا ونحنノ أننا ن cookies der B السل ترتبط حتى تخرج مجموعات الثانية من تلوستر endocrinar Darin ��yt von 19 و 23 أيضا لأن الخلية создании على التسل تصغير السلت معين Medical هذه السلتت ترتبط Garr And Robes13 هذا المبدأ عن طريقه استطاعنا نفرق ما بين البيسل والتيسل هنا نحفظ حفظ انه في شكل عام التيسل تنقسم لثلاث انواع من الخلايا هلبرتيسل سايتوكسيك تيسل وريجولاتري تيسل واكتشفوا العلماء ان هاي البرتيسل ترتبط بالاضافة للمجموع الثالثة ترتبط بالاضافة والسايتوكسيك ترتبط بالثامنة والريجولاتري ترتبط في الرابعة وخمسة وعشرين فهي كان صار كل واحد خلالي نحكي فيها اشي بميزها تمام قبل ما نروح على البيسل والتيسل خريني اشرح الشغلة لانا عملت لها سكيب المحاضرة الماضية حكيانا احنا الاميون رسبونس منعرف انه منقسم لقسمين القسم الاول هو الانيت والقسم الثاني هو ايش الادابتف للحديث قبل المحاضرة الماضي انا فشكت عنها انه ايش ان الادابتف من قسم بعض رقما قسمين فيه عندنا يوميرال رسبونس اصلل رسبونس اشالي ايش بالفريق بينهم بكل بساطة كلمة هوميرال اصلا معناها ايش معناها فلويد فمعناته احنا فيه عندنا بالادابتف رسبونس جزء منه بكون متعلق بالفلويد ايش قزنا الفلويد؟ يعني الدم البلازما وهي جزء الثاني متعلق بالسيلادر يعني فيه جزء متعلق بالخلايا نفسه لدينا نحن بالأدابتوف، جزء يعمل في البلدستريم، في البلازما، في الفلويد، والجزء الآخر يعمل على الخلايا نفسها، وهلأ سأعرف القصدي بالضبط. أول شيء، نريد أن نذهب إلى البيسلز، البيسلز يتحدث أنها تتكون بالبيسلز في البيسلز، وهي عبارة عينين أورغن في البيسلز بصناع البيسلز. هلنا نحن بالبلاد؟ لا، نحن في البلدستريم، فلنحن لدينا البيسلز في البيسلز أو الماملز، ستنسعها في البلدستريم. دعنا نحكي الأشياء عن الوظيفة. هنا نحن هنا لدينا البيسلز وهاي الانتجينز، تأتي البيسلز وتتعرف على هؤلاء الانتجينز، وترتبط فيها عن طريق أشيء اسمه بي سي آر، وهو البيسل ريسبتر. بمجرد ما ترتبط البيسل ريسبتور مع الانتجن بتروح البيسل تعمل فاقوسيتوز لهذا الانتجن لما تعمله فاقوسيتوز هيك حم يكون حكينا عن أول وظيفة إلها اللي هي إيش؟ اللي هي فاقوسيتوزز بمجرد تعملها فاقوسيتوزز بتروح زي بتحللها بتطلع جزء صغير منها وين لبرة بتطلع جزء صغير منها لبرة على إشي اسمه MHC2 هذا مش مهم نعرفه هللأ حين نعرفه المحادرة الجاية ولكن مهم تعرفوها هلأ أنه هي أن الانتجن بتعضفت على البيسل على البيسل بتروح بتعمله فاقوسيتوز بتدخله جوه بتحلله لموليكيول أصغر وبتروح بتطلع على لبرة هؤلنا مكون نحن خلصنا فكرة الفاقوسيتوزز ليه بتطلع على لبرة؟ بتروح بتطلع على لبرة لأنه هلأ حناخد إحنا بالتيسل في إشي اسمه التيهيلبر سل من اسمها هيلبر إيش معناتها هي بتروح بتساعد الخلايا الأخرى إحدى الخلايا الأخرى اللي هي بتقوم بمساعدتهم هي البيسل بتروح بتساعدها على إيش بتروح التيسل تفرز سايتو كاينز معينة وتفرز يعني خلينا نحكي أشياء معينة هاي الأشياء بتروح وتتخلي البيسل تتحول لأكتيفيت بيسل نرجع نعيد 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 من الأول أجه هاي البيسل البيسل راح تعرف على الانتجن وارتبط عليه على البي سي آر اللي هو عبارة عن البي سل ريسيبتور بعد ما يرتبط فيه يسب Lieسل يعمل له فاكو سيتوز وهي حجمه بركة كبيرة جوا صغير معناتها لضعته عمينا للغاية عند هذا البيسل وهي اكتيفيتد بيسل تنقسم له جزءين؟ جزء اسمه ميموري بيسل و جزء بلازماسل دعنا نتحدث عن جزء الميموري بيسل نحن ألف مرة قلنا بالأدابتف ريسبونس التي يميزها أنه عندها ذاكرة فأنا مثلا إذا نصبت في شيء سأقوم بأكتيفاشن وبعدها بعمل ميموري منه وهذه الميموري إذا أنا رجعت نصبت كمان مرة ستتذكر هذا الباتوجين أو الأشيء الذي يصببه المرض على طول و زي بتعمل ريسبونس أسرع وأقوى هاي هي مهمة الميموري بيسل و عندنا البلازماسل هاي اللي بلازماسل ايش وظيفتها؟ البلازماسل وظيفتها في كل بساطة إذا بتلاحظوا في أنتيبودي عليها هذا الانتيبودي إما بيضله على سطح الخلية نفسها أو هذا الانتيبودي بتروحي بتعمله وبتطلعه على الدم و عشان هيك إحنا سميناها عشان هيك إحنا سميناها عشان هيك إحنا نحكي إنه البيسل عشان هي مسؤولة عن الهيوميرل هاي بتطلعي انتيبودي فتله الفلفوا بالدم ما هي وظيفتها؟ وظيفتها شغلتين. أول وظيفة التي تعملنا نيوترلايزنج. ما يعني نيوترلايزنج؟ مثلا عندي هذه البكتيريا. وهذه البكتيريا عليها ريسبتر. هذا الريسبتر يسمح لها تدخل على الخلايا وتتخرب الدنيا. يأتي الأنتيوذي. التي طلعته لبلازمسل يرتبط في هذا الريسبتر. هذا الريسبتر صار مشغول. يمكنك تدخل بأي مكان ثاني. يمكنك تدخل على الخلايا وليس يمكنك تدخل ضرر على جسمنا. وغير أنه يمكنك تدخل ضرر على جسمنا. يعمل لنا مستعمل. ما هو مستعمل؟ بكل سبيل سيستم يعني عبارة عن مجموعة البروتين. هذه البروتين. هي طرق التي تتفعلها. أن يأتي الأنتيوذي يرتبط بالبكتيريا أو الانتجن. بمجرد أن يرتبط الأنتيوذي. يشغلنا هذه مجموعة البروتينات. تأتي ويتحفز أن إنه الماكروفج يأتي ويأكل البكتيريا كلها، فهيك نحن عرفنا وظيفة البيسل، إنه البيسل عرفنا كيف تتحول لبلازماتيل، بس عشان نرجع وظيفة الانتيبوديز، إنه الانتيبوديز تروح وتطلع، تعمل نيوتراليزن، نيوتراليزن معناها إنه تروحها البكتيريا، ترتبط فيها، وتمنعها من الدخول على أي مكان ثاني، غير إنها تمنعها تدخل على أي مكان ثاني، تروح وتحفزنا مجموعة البروتينات، نسميهم الكمبليمنت سيستم، هذا الكمبليمنت سيستم بيجي، يعمل زي التاج للبكتيريا، إنه أنت تريدون أن تعمل لك الآن فاكوسيتوستز وماكروفاجز، ويعمل كثير كثير أشياء، سنأخذهم بمحاضرة أخرى، لكن المهم الآن نفهم ما هي البيسلز يعملون، ونفهم ما هي البيسلز يعتبرون من الهيومرال رسبونز، لأنه حكينا هيومرال معناها فلويد، البيسلز يتحول لبلازما سيلز، وهذه اللي تطلق أنتيبوديز بالفلويد، بالدم تبعنا، فعشان كيف تعتبر من الهيومرال رسبونز؟ الآن، نريد أن نذهب إلى التيسلز، أو عفوا، لا، هناك الناتشوري كيلر سيلز، اللي هي الناتشوري كيلر سيلز حكينا هي إحدى أنواع الليمفوسايتس، لكنهم لا لديها أهمية كبيرة، يتحدث أن تكون 5% إلى 10% للمفوسايتس، وهم يكونوا كبيرة وغرانيولار سيلز، طبعاً ممكن تسألوا هم غرانيولار سيلز، لماذا؟ لم نضمناهم مع غرانيولار سيلز والغرانيولار سيلز، لأن، كما أخبرتكم قبل قليل، أنه الناتشوري كيلر سيلز في شكل عام، ليس كثير مهمين، وليس، يعني، ما أكون حقهم مقارنة باقي الشغلات في شكل عام، فعشان هيك، كما صنفناهم غرانيولار سيلز وغرانيولار سيلز، كنا نركز على الخوات، ولمفوسايتس، ولمونسايتس، هذا لا يعني أنها ليس مهمة عامة جداً، بس أن، قصدها مبطهدة مقارنة بباقي الأشياء. الثانية، هي التعملاتهجية التكسية على تصوير مبنية، وقبل مصدرات مبنية المحاصية. ستحدث عن في أول محاضرة، قضى أن أحد المهام الإيميون سيستم، أنه يعمل في Hawthorne сдел. من تحديد ما أقومنا على هذا الـ Hawthorne؟ هي التي تعملنا تحديد هذه التحديد تحديداً. وهي أيضاً تقتل السلس الذين يمثلون بالفيروس. هذه السلس لا يملكون مختلفة لأنتجين على المدينة، ويعتمدون جميعاً من المدينة. فعلياً، لكي يعتبر من المدينة المدينة، يجب أن يفرق بين أنتجون والأنتجين، كيف يعني قصدي؟ مثلاً، نحن نتحدث عن التسل من الادابتف اميونيتي. لماذا التسل من الادابتف اميونيتي؟ لأن التسل لديه ريسيبترز معينة على السلس تبعته. هذه الريسيبترز تقدر تفرق بين أنتجين واحد وبين أنتجين اثنين وانتجين ثلاثة. يمكن تفرق بكتيريا X وبكتيريا Y وبكتيريا Z. الناتشور الكلير سلس فعلياً لا يملكون هذه الخاصية. فهما مثلاً يرى بكتيريا واحد، بكتيريا اثنين، بكتيريا ثلاث، لهذا السلس ترتبة الاميونيتي. لأنه لا يمكن التفرق بين تالزائيين إنه حينها صاعد؟ مثل مبدأ الاميونيتي. دعنا ما قلنا بن 스�endo najbardziej dealing في الانتجين. يعمل الخاص بالعافية نفسية�رة الفعل دائماً. لا ي Centro Nm وإِطَئِ نوع مخطätt kids. لا ب biom TVs في cierto رات الفعل في الانتجين. النفس المبدأ نomprate الاميونيتي. مثلاً لا يكسب عن الانتجين ر травولاً أحيان ما استمتف Dashsmokl. هذاâtechnet. بكتيريا اكس وهي بكتيريا واي وهي بكتيريا زد وكل واحدة منهم إلها أنتجم معين لا هو بشوف هاي نفسها هاي ونفسها هاي وبروح بكتيرهم كل اياتهم بنفس الطريقة انكي سيلز هاب ريسيبتول فور انتيبوديز ان كانت دستروي تارجيتد سيلز ثرو ابروز نوال از انتيبوديد سيل ميديات التوكسيستي نحن بي في كلمة الانتيبودي ونحن نحن بشكل 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 سيل خلية نعملها فيروس هذه الخلية نعملها فيروس في طريقة أن الجهاز المناعة تعرف ان هذه الخلية فيها فيروس تمام تمام ويأتي الجهاز المناعة يحل في بيبه هذه الانتيبودي ويأتي برطبت مين؟ يرتبط في الخلية التي تركها عندما ترتبط على الخلية التي تركها نعرفنا الآن أن الـ NK Cells يوجد رسيبطر للـ Antibody يأتي حول أن الـ Antibody ترتبط هنا يأتي الـ NK Cells ترتبط على التركي عندما ترتبط على التركي يمكنك أن ترسل الخلية على التأمين ويأتي عن طريق الـ Process بينما يظهر للسل إلى الإنتجة وثيكاً الخلص من الوا welcoming والسل نذهب إلى التافل أنهم تعلمون Setting ونصنعا بالثايمس و بالبون مره بشكل أساسي في الثايمس ولكن شخصياً تنضج و تبلغ يحدث في الـ T-cells الآن الـ T-cells فيها ثلاث أنواع أول نوع اسمه Helper T-cells الثاني نوع اسمه Thetotoxic T-cells الثالث نوع اسمه Regulatory T-cells أول نوع الـ Hyper T-cells الـ Helper T-cells عفواً حكينا عنه قبل قليلاً وهو حكينا هذا يساعد الـ B-cells انها تعمل بلازما سلز وميموري بيسل لذلك نحن أول وظيفة عند الـ Helper T-cells سنجدها أنه يساعد في الـ B-cells انه يمر الاميونيتي ثاني اشي يعمل وغير انه يساعد هاي الـ B-cells هو برضه يعمل اكتيفاشن للـ T-cells اللي هم T-cells هناك نوع من الـ T-cells مسؤول انه يقصد الخلايا كيف يقصد الخلايا؟ بساطة مثل مبدأ الـ natural killer cells يكون هناك خلية معمولها انفكشن في جواتها فيروس وجواته بكتيريا ويأتي الـ T-cells ويقتلها كيف يقتل هذه الخلية؟ عن طريق الـ T-cells اللي بتساعده انه يعرف اذهب اقتل هذه الخلية طبعا عم بحكي هلا في شكل عام لانه برضه ما بدأ وجع رأسك بالتفاصيل لانه برضه لقوا الدعم هنأخذ التفاصيل اكثر اكثر فانتو بس اعرف انه كيف هلا الـ T-cells بتساعد الـ T-cells في وظيفتها ثاني اشيه وغير هيك برضه هي بتساعد الـ Neutrophils والـ Macrophages يعرفون مين يعمل الآن الـ Neutrophils والـ Macrophages وظيفتهم الأساسية انهم يعملون فاقوسيتوس فالـ T-helper cells برضه تساعدهم وبالنسبة لـ T-cells هلا حكناها وفي عندنا T-cells هي المسؤول انها توقف لنا الـ Neutrophils قتلنا كل شيء وخلصنا من كل شيء يريد أن الـ Neutrophils يكمل مين نحن لدينا الـ Neutrophils الـ Neutrophils الآن نحن نتحدث عنه نحن نتحدث عنه الـ Neutrophils وفهمنا لماذا الـ Neutrophils يكون لـ B-cells ونحن نتحدث عن الـ Neutrophils وهذه الـ Neutrophils يظهر في الدم الذي يعتبر فلود نفسه بالنسبة لـ Neutrophils هذا يعود الـ Neutrophils أن الـ Neutrophils تذهب إلى الـ Neutrophils ويذهب إلى تقتلهم بشكل مباشر لذلك الـ Neutrophils أو الـ Neutrophils في شكل عام نحن نعتبرهم من الـ Neutrophils الآن هناك شيء آخر وهي فكرة أن الـ Neutrophils ما يعني الـ Neutrophils يعني مثلا أغلب خلايا المناع الذين في جسمنا يكونوا ينفلوا ويعملوا 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 أن الـ Neutrophils مرحلة للـ Neutrophils لماذا تلك الحيوانات فمثلا أن الـ Neutrophils يستمرون في ذلك الأورغناة ويزموا عنهم كانت عنه انتقال الـ Neutrophils عن التقال في الميكوزة ومداع تقوم المنفنول لماذا يتوقفون الـ Neutrophils لنصبع هناك كيف يتوقفون أن توقفون أنزلة من عن طريق ما يسمى أنتيجن بريزنتينج سيلز الذين هم المونوسايت والماكروفيج والدنتينج سيل ما معنى شغلة أنتيجن بريزنتينج سيلز لكي نفهمها دعنا نعود إلى هذه الرأس معصري أين هي هنا؟ تتذكروا هنا عندما نتحدث عنه في اللمف والهبل هنا تتذكروا كان عندنا تيشيو داخلها بكتيريا ممكن هذه البكتيريا أو ليس ممكن مثلا تيجي ماكروفيج و المسكتها المسكتها تعملها فاقوسايتوز عندما جاءت الماكروفيج تعرضتها فاقوسايتوز تحلل هذه البكتيريا عندما تحلل هذه البكتيريا تحولها لأجزاء صغيرة و تعمل الأنتجن ب هذه البكتيريا لكنكيف ؟ مثلا هي ناتبة ماكروفيج و أجابت هذا دقيقة يدخلتها لأجزاء و يدخلتها إلى ذلك يدخلها إلى ذلك تحليلها لأجزاء الصغيرة وفي جزء صغير للبروتين يكون اسمه أنتجن تذهب إلى هذه الماكروفاج تظهر هذا الأنتجن لبرا؟ تظهر هنا عندما تظهر أنتجن تبع هذه البكتيريا لبرا يصبح اسم الماكروفاج ما الفائدة من الانتجن تأتي هذه الماكروفاج ونصحنا أن تي سيلز نيطة تي سيلز نيطة تي سيلز نيطة ويكونوا موجودين في أماكن الانتقاء تأتي هذه الماكروفاج تمسك الأنتجن ووصولها إلى ووصولها إلى المين ووصولها إلى تي سيلز وتفرج هذه الأنتجن لكي يبدأ التي سيلز يعمل الانتجن ويبدأ الانتجن فهذا هو الهدف فعليا من المونوسايت والماكروفاج والثانتين يعملوا هذه الوظيفة لأنهم يساعدوا تي سيلز لكي يشتغلوا لماذا الفرق بين المونوسايت والماكروفاج هم فعليا نفس الشيء ولكن نحن في شكل عام نحن لدينا بالأول مونوسايت هذا المونوسايت يعمل تقريبا لمدة ثمن ساعات بعدها يتحول إلى ماكروفاج يمكن أن يتحول إلى ماكروفاج 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 يعني هي عبارة عن ماكروفاج وممكن أن تتحول إلى ماكروفاج تكون ويكون في المنزل في المنزل في المنزل ماكروفاج يتحول إلى ماكروفاج ماكروفاج يعملون في فاكوصيتوس ويعملون بقتل البكتيريا ومع ذلك فكرة فاكوصيتوس قتلوا هذه البكتيريا ويجعلون الأنتجن ويقوموا لتقدموا إلى T-cells مثلا ويقول لها اسمع حيث أنتجن دخل علينا ويجعلوا أن أخرجيه على الدم فهي فكرة T-cells يتحول إلى ماكروفاج يأتي لهم الأنتجن على السطح يذهب إلى T-cells يتكاثر هنا ويحمي ويولع ثم يبدأ يرسل T-cells على الدم لكي يذهب إلى التشيوز ويقوموا بكل الإنفكشن لذلك نحن فعليا باللمث نودل هناك لدينا أرتري وفين هذا الأرتري ولكن هذا الفين عندما أجل هذه اللمثة من هنا وأجل الماكروفاج على الأنتجن سيأتي تتكاثر 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 تطلع من الفين على أجزاء الجسم أتمنى أنها لا تكون عجلة المواضيع هذا الولد بالنسبة للمونوصيات والماكروفاج الآن بالنسبة للديندريك للديندريك لا تسممه لأنه يأتي مع مفترة المثلات الماكروفاجة وهذا يبدو ضمن إلى أجزاء الأجزاء الديندريك لديهم أربعة من الأجزاء والميين ومميين لديهم مبدأ أجزاء الماكروفاج وهو فكرة مفترة أجزاء المؤكروفاج يمكن أن تسألون ماذا يفرق بين ماكروفيج وماذا يفرق بين ديندريتيكسل؟ الفرق بينهم أن الماكروفيج بشكل عام يكون موجودين في التشيو هم يرى البكتيريا ويقتلوها ويوضوها للتيسل بينما لو نعتبر مثلا أن هذه البكتيريا التي كانت في التشيو هرب من الماكروفيج ودخل داخل الليمف بيسل وهو حر بمجرد أن يصل إلى الليمف نود لأن هذا الأشي الزهري يكون ديندريتيكسل يذهب ويمسك هذه البكتيريا ويقتلها ويذهب وفرجي التشيو والتيسل ويقوم بعمل هذه البكتيريا جاهزة إلى حالك لكي تذهب وفجريها فعليا فقط الأخير يريد أن نتحدث عنه الليمفوسايد اكتيفاشن والليمفوسايد سيركوليشن بداية لنفهم الموضوع نحن لدينا هذه الثايمس وهذه البولمرة لأنهم مكان إنتاج وتطوير وتطوير والليمفوسايد ويذهبون لهم من هذه الثانتين لأنهم ينتجون لهم ماتشور نايف لمفوسايد هل هذه الماتشور نايف لمفوسايد قابلت أي أنتجن؟ لا لستها لم تقابلت أي أنتجن لأن كانوا لساتهم بالثايمس وبالمونمرو ونحن نعرف مكان إنتقاء الليمفوسايد مع الأنتجن وين يريد أن يكون؟ بالثايمس وبالمونمرو ثم أنتجونا الماتشور نايف تذهب إلى الماتشور نايف يعملون لنا ماتشور نايف ويذهبون لنا على البريفرال ليمفويد مثل الليمفنود مثل السبين هناك الليمفوسايد تتعرض لمن؟ هناك الليمفوسايد تتعرض للأنتجن وتتحول إلى شيء اسمه إفكتور للمفوسايد ما يعني إفكتور للمفوسايد؟ يعني هي عبارة على الليمفوسايد التي ستعمل إفكت تشتغل وتقتل البكتيريا وهذه الأشياء فعليا قرأناها وأيضا سيتكون لنا الميموري الليمفوسايد 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 بعد أول انفكشن تكون طويلة العمر تتحول لما يحدث في عنا انفكشن للمرة ثانية وتتعرضها وتتعرضها أقوى وأسرع لأنها تعاملت مع هذا الباتوجين من قبل وبس ان شاء الله نكون خلصنا والله يعطيكم ألف عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة